مهمة جداً فيديوهات مهمة جداً هنتكلم في هذا الأمر لأنه أقول لحضراتكم هو طول الوقت عمال يستغل ويستفيد ويشكك ولكن احنا برضو لازم نقول حاجات مهمة جداً لأسبوع اللي جاي إن شاء الله في هذا الأمر وضمن الكلام اللي طلع الأمر اللي فاتت مناسبة طلع واحد من إياهم قال لك و احنا بنشتري الجيش ليه بيتسلح ليه بنسلح الجيش و ليه بنشتري حامل الطائرات اتنين و ليه بيبقى عندنا أحدث طائرات في الدنيا و ليه بيبقى عندنا جيش قوي أي حد مش عايش جيش في بلده يبقى عايز ما فيش دولة النهاردة 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 البنتاجون بيعلن وزارة دفاع الأمريكية بتعلن لأول مرة في تاريخ الكيان الصهيوني توقيع أكبر صفقة تسليح بين أمريكا و إسرائيل قيمتها أربعين مليار دولار لسه بيعلنوا النهاردة كيان إسرائيلي الصهيوني أكبر صفقة تسليح فهل أنت النهاردة يلي أنت بتقول يبتعهم ما هو مش عايزك تتسلح عشان في لحظة أصدقوا بقى لكم لو أنت دولة ضعيفة ما عندكش جيش الصبح سريل هتاخدك في ثلاث ثواني أنا بقوله سيبك بقى معاهدة وغير آه صحيح ولكن آه ومعاهدة يعني سريل هي أمريكا يعني فلو أنت مش جيش قوي لأنه جيش قوي هو اللي بيحمل السلام لو ما عندكش جيش السلام ده انتهى منهار وفيه شفنا حاجات زي كده كتير قوي تاريخ وغير تاريخ فلو سمحته الجيش أنك تبقى أنت مصر كمواطن بتحب بلدك قوتك في قوت جيشك وجودك وبقاءك من بقاء جيشك والحفاظ على جيشك والحفاظ على قوة عشان كده هو الرئيس عامل ده عامل لأي وقت لازم احنا منطقة ما نقبلش بلدنا تبقى بلد ضعيفة منطقة ما نقبلش أبدا جيشنا يكون جيش ضعيف هتتهرس أنا بقولك هتتهرس بقى باللغة الدرجة يعني ما حدش هيسأل لا ولا تبقى ليك كيان ودول صغيرة دولات صغيرة محتلة من تركيا ومحتلة من أمريكا يبقى لها كيان أكتر منك وتقدر وتعمل والكلام ده كله بعتب على الأشقاء في دولة الكويت الشقيقة شيخ صباح الأحمد الجابر أمير دولة الكويت وعتبي عتب المحب لكم كيف تسمح دولة الكويت والشيخ صباح شخصيا يعلم دور الجيش المصري في تحرير الكويت من العدوان العراقي الغاشم عندما قادت مصر مع 40-42 دولة تحالف لما أعرف في ذلك الوقت عصفة الصحراء كان الجيش المصري في المقدمة وحررت دولة الكويت ولسه كنت بتكلم عنو ده يوم الثلاثة أو الأربع اللي فات أجد واحد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية اسمه ناصر الدولة هذا الإخواني المتأسلم الإرهابي لأن أنا عندي الإخوان كلهم إرهابيين موجود في السعودية إرهابي موجود في الجهد إرهابي موجود في ماليزيا إرهابي موجود في أمريكا إرهابي الإرهابي ابن التنظيم الدولي يطلع في احدى القنوات الارهابية يتطاول على الجيش المصري ويتطاول على مصر ولا اجد حتى اليوم كنت منتظر اشقاءنا في دولة كويت الشقيقة ياخدوا اجراء اجد اعتذار الا ابيان يصدر من دولة كويت الشقيقة لم اجدوا حتى اليوم كنت منتظر بصراحة بس ما لايتوش على هذا التطاول من ارهابي كويتي اسمه ناصر الدولة وليست المرة الاولى ولكن هو كان بيتكلم بمناسبة الغزو يوم اثنين تمانية وطلع على احدى القنوات الارهابية اللي موجودة في تركيا فارجو وعتب المحب وانتم تعلموا جميعا اسرة الالصباح وكل الشعب الكويتي الشقيقة اللي هو بيتابعنا وانعار بيتابعونا جدا هناك عشان كده بعاتب عتب المحب لامير دولة كويت الشقيقة لماذا لم نجد اي تحرك ضد الارهابي الاخواني ناصر الدولة الذي تطاول على جيشنا العظيم واسموك كنت وزيرا لخارجية الكويت في هذه الازمة الكبيرة وتعلم دور مصر وتعلم ما الذي قام به الجيش المصري في ذلك الوقت فهل هل نسمع كلاما خلال الساعات القادمة تحرك من دولة الكويت الشقيقة تجاه هذا المتطاول الذي هو يعبر ابدا عن الكويت وشعب الكويت الشقيق انما هو يعبر عن عصابة جماعة الاخوان الارهابية ولكن هو يحمل اسم دولة الكويت وجنسية دولة الكويت اتمنى ان اجد قرارا اجراءا تحركا ضد هذا الارهابي الذي يتحدث عن اسياده اسياده اللي هما الجيش المصري الجيش الذي ساعد وكان له دورا كبيرا في ان يكون لهذا الارهابي الدولة كيانا نقطة لا نسمح